السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله والفقرة مقسمة الى 4 اجزاء نتكلم على تأطير مجموع تأطير فرق ثم تأطير جداء ثم تأطير خارج لكن قبل ان نشرع في هذه الفقرة تأطير يجب أن نتعرف أولا على مفهوم التأطير ماذا نقصد بالتأطير عندما نقول تأطير مجموع ماذا نقصد بالتأطير مجموع وقبل أن نتكلم على تأطير مجموع ويجب أن نفهم ما معنى تأطير عدد ما معنى تأطير عدد معين باش نفهم شنو تنقصد بالتأطير إذن خديث هاد لمستقيم مدرج هاد لمستقيم المدرج كنم تلو فيه الاعداد مثلا إلى خديث واحد العدد خديث واحد العدد هنا نسميه مثلا نسميه أ مثلا أ أكي ساوي سبعة إذن هاد العدد هاد العدد أ هو أعطيت لأ واحد القيمة معينة قديت لأعطيت لأ واحد القيمة معينة حدت العدد أ إذن العدد أ كي ساوي سبعة إذا جئت مثلا هنا أخديث واحد العدد آخر مثلا ناخد نفس العدد أ مثلا أ فهد الحالة كي ساوي واحد إذن فهد الحالة أ كي ساوي سبعة وهنا كي ساوي واحد إذن أنا أعطيت الأوحد لقيمة معينة لكن ذا بي لجيت وقلت بأن العدد A هو موجود على هذا المجال هذا إذن العدد A مثلا العدد A ها وكين هنا ما بين واحد وسبعة ما أعطيتهش واحد لقيمة معينة ما قلت بأن A كي ساوي ولكن قلت بأن A هذا العدد A راكين ما بين واحد وما بين سبعة بمعنى أن هذا العدد A راكبر من أو يساوي واحد ها ويا دوا واحد يعني A راكبر من أو يساوي واحد أنا دخلت العدد واحد إذن A كبر من واحد إذن إما واحد أو لا الفو ولكن في نفس الواقص أن العدد A أصغر من أو يساوي سبعة إذن هذا العدد A اللي تكلمت عليه دابا فيه جود الشروط في الشرط الأول وشرط الثاني الشرط الأول أنه كبر من واحد وفي النفط الوقت ما يفوتش السبعة يعني أنه صغر من السبعة بمعنى أنه غد يبقى في هذا المجال اللي يملون بالأسود هاد الشرطين معا كنجمعهم في واحد الكتابة معينة كتابة واحدة كنكسبها على هذا الشكل هذا كنكسب واحد وتنكسب سبعة بمعنى أن العدد أ أراه كين ما بين واحد وسبعة يعني يقدر يساوي واحد يقدر يساوي سبعة ويقدر يساوي ثلاث يقدر يساوي ربعة يقدر يساوي 3.5 يقدر يساوي 5.5 وهكذا المهم ان العدد أ ما عندوش واحد القيمة محددة محددتش القيمة دياله كيفما أخذت تابة هناء وإنما خليته كيتحرك على هadian المجال هذا إذن هاد الكتابة هاد الكتابة شنو كنسميها كنتسمى تأطير للعدد أ تأطير للعدد أ يعني أن العدد أ مؤطر بين العدد 1 و 7 أو لمحصور ما بين العدد 7 هذا هو مفهوم التأطير هذا سيء يجب أن أخذ إذاً أخذت العدد أء أن أخذ مثلا شي عدد آخر أن أخذه مثلا العدد سالد مثلا أن أخذ نفس العدد مثلا عدد نسميه بي إذاً إذا أخذت عدد بي وقلتك سبه لي التأطير والعدد بي إذن الحاجة الطبيعي أنه ستكتب بي محصور ما بين عندي ناقص ستة وعندي ناقص واحد إذن هذا شنو كيتسمى؟ كيتسمى تأطير للعدد بي هذا تأطير للعدد أو هذا تأطير للعدد بي دابا من إلاء إلى طرحة السؤال قلت لك أعطيني شي قيمة معينة من العدد أ أحدد لي واحد القيمة حيث هنا ما محددش القيمة قلت لك أحدد لي واحد القيمة معينة مثلا قلت لك أحدد لي واحد القيمة معينة مثلا قلت لك أحدد لي واحد القيمة معينة مثلا قلت لك أحدد لي واحد القيمة معينة من هنا ببي مثلا قلت لك أحدد لي واحد القيمة معينة من هنا ببي مثلا قلت لك أحدد لي أن ببي يساوي ناقص خمسة إذن هنا أعطيت لبي واحد القيمة معينة وعطيت لأ واحد القيمة معينة دابا اللي جيت هنا وقلت لك حسب لي هاد القيمة اللي أخدتي آ زائد ببي شنو خديتي انتا بالنسبة لأ خديتي أ هي خديتي أربعة وزتي عليها بي اللي هي ناقص خمسة شحال غاد يتعطيك غاد يتعطيني ناقص واحد إذن نفرق ما بين أ و بي وما بين أ زائد بي إذن السؤال اللي كي تطرح ده بان خديس قيمة معينة ديال أو خديس قيمة معينة ديال بي وحسبت هم حسبت شحال جي يعطيني واحد دا بتخيل ما بين بقيت نبقيد القيم ديال العدد لأن آك مجموعها من القيم يسوي خمسة ستار ثلاثة معصة ثلاثة فاصيلانة خمسة وسبعين ثلاثة أسى jewel وغير ذلك يمكن وحد القيم كثيرة وحتى العدد بي كانوا وحد القيم كثيرة فأني إذا بغيت نبدأ في هاد الحالة اللولى أعطاتني كي ساوي ناقص واحد في الحالة اللولى أعطيتني كي ساوي ناقص واحد. إذاً إذا بدأت القيمة ديال A و قيمة ديال B و قيمت نعود نفس العملية A زائد B. أكيد أن هذا العدد ناقص واحد سيتغير مع تغير القيم ديال A و القيم ديال B. إذاً ما هو المطلوب لهذا؟ نقول لك هذا العدد أو لهذا المجموع يتسمى مجموع العددين A و B. قلت لك ما هي القيمة اللي ما يقدرش يفوتها؟ و شنو هي القيمة اللي ما يقدرش يفوتها A زائد B؟ و شنو هي القيمة اللي ما يقدرش ينزل عليها هاد المجموع ديال العددين A و B. هاد السؤال كنجوب عليه على هاد الشكل هذا؟ كنقول له هذا تأطير المشيل الأولى B. تأطير لـ A زائد B. يعني تأطير ديال المجموع ديال العددين A و B. أكيد أنه غتكون هنا وحد القيمة ما يمكنش يفوتها هاد الـ A زائد B. و غتكون وحد القيمة هنا أكيد أنه ما يمكنش ينزل عليها هاد المجموع A زائد B. هاد الكتابة هاد الكتابة تسمى تأطير للعدد A زائد B. أي تأطير المجموع A زائد B. وهذا التساؤل هو اللي غادي نجاوب عليه في الدرس ديال في الفقرة ديال التأطير. بالنسبة للتأطير مجموع تأطير مجموع إذن غا نحاول نزرب شوية. إذن عندي A وحد العدد A زائد تقرأ A محصور ما بين إثنان وسبعة. إذن فهمنا في الفقرة الأولى شنو سنقصد عدد مؤطر ما بين عددين. إذن وبي واحد العدد آخر ما بين ناقص أربعة أو ناقص إثنان. إذن فلا بغيت ندير كيكون السؤال هو أطير A زائد B. شنو هو يا أطير A زائد B خصني نلقى واحد القيمة قصوى ممكنش ينزل يفوتها وواحد القيمة الدنيا ممكنش يهبط عليها. إذن بالنسبة للجمع راح نقير ذاير التطبيق ديال الفقرة السابقة ديال الترتيب والعمليات. إذن فهذه الحالة سهلة. كنأخذ هذا العدد اللي كن هنا يا كندير سبعة زائد كنزيد عليه ناقص واحد. هذا كنزيد على هذا الطرف هذا. وكتعطيني ستة A زائد B كنأخذ هذا العدد اللي هو اثنان. وتنزيد عليه ناقص ربعة وتتعطيني A زائد B غتعطيني ستة وغتعطيني ناقص اثنان. إذن هذا الجواز هذا يتسمى تأطير المجموع A زائد B. إذن بالنسبة للتأطير دائما هنا في داخل ديال هذا الرمزين تنكسب أذك A زائد B اللي طالبين مني. كنشد هذا العدد كنزيده على هذا العدد نحطهم هنا. ولا هذا العدد كنزيد على هذا العدد كنحسبوه مستنحطهم على الياسر. هذا بالنسبة للتأطير الفرق. تأطير فرق عددين. ما معنى تأطير فرق عددين؟ يعني حسب لي A ناقص B إذا كان عندك واحد التأطير ديال واحد العددين. شوف لي A ناقص B شنو هو التأطير دياله. لكن قبل ما نهضر على التأطير ديال الفرق أول حاجة خاصة نعرف تأطير مقابل عدد. كي تسمى تأطير مقابل عدد. شنو هو المقابل ديال سبعة؟ هو ناقص سبعة. شنو هو المقابل ديال ناقص ثمانية؟ هو ثمانية. دب إذا كانت عندي أنا مثلا واحد العدد X محصور ما بين ناقص ربعة وناقص ثلاثة. إذا قلت لك أضطر لي المقابل ديال العدد يعني ناقص X. إذا إذا ضربت في ناقص واحد حسب الفقرة السابقة خاصة ننقلب الترتيب. إذا ناقص ثلاثة قد تولي هنا ناقص ثلاثة مضروبة في ناقص واحد. لأنني ضربت في العدد سالب حسب الفقرة ديال الترتيب والعمليات. إذا ناقص X محصور ما بين ثلاثة وربعة. هاد الكتابة هذي شنو كتسمى؟ كتسمى تأطير ديال المقابل ديال العدد. إذا كان هنا هذا العدد. هذا العدد رأى عدد سالب. عدد سالب عنده محصور ما بين عددين يسالبين. إذا باش نعرف العدد هو السالب وليا موجب الله كنشوف هذه العددين الأمر. إذا إذا كانوا سالبين رأى cierto العدد في تالي هنا رأى هو سالب. وإذا كانوا موجبين هذا العدد داخل هنا أرى عدد موجب. دبي لا إلي سولت هذه في واحد المراحلة دقيقة شوية دبي إلي سولت هذه العدد ناقص X كي اللي قدر يقول لي راه عدد سالب حيث كينا ناقص لا لأن هذا العدد ناقص X هو عدد موجب عوخي كينا ناقص لاش حيث X هو بداته واحد العدد سالب بحدا ما مثلا عندنا ناقص ثلاثة ودرت بحالة ناقص ناقص ثلاثة إذن هي هي ثلاثة دي معنى هذه العدد راه عدد موجب دبي الرجعوا للتقطير الفرق إذا بيلا بغيت نقطر الفرق A ناقص B ما يمكن ليش نطبق بحالة القاعدة ندير هذا ناقص هذا وهذا ناقص هذا لا ما يمكنش إذا باش نبغي نقطر الفرق ديلا واحد العاددين أول حاجة تكسبها كتدير تساوي كتدير تساوي كتدير A زائد ناقص B دائما فاش تلقى السؤال أطر A ناقص B بدأ بهاد الملاحدة هي اللولة دائما إلا ما درشيش هذا غادي سختار إذا كان جي نشوف تنقول مثلا مثلا عندي A محصور ما بين 2 و 5 وعندي واحد العدد B محصور ما بين 3 و 6 إذا فاش يقول لي أطر A ناقص B كنت نكسب A زائد ناقص B تنقول A هاد العدد A راي عندي راه وهذا ها هو كين A ولكن شنو خاصني نزيد عليه خاصني نزيد عليه ناقص B وأنا ناقص B ما عنديش عندي عير العدد B شنو خاصني ندير خاصني نتبق هاد الفقرة أولا نقول خاصني نأطر ناقص B هو اللول إذا شنو هو ناقص B يعني كندرب كل شي في ناقص واحد كتولي ناقص B ناقص B كهذا العدد اللي سيكون هناك يولي هنا إلا ضربت هذا في ناقص واحد غتولي ناقص ستة وإلا ضربت العدد الثلاثة في ناقص واحد غتولي ناقص ثلاثة علش حصلت دابا حصلت على أ هاية عندي وناقص B هاية عندي شنو ميمكنش كيف قلت ميمكنش نأطر أ ناقص B كان أطر أ زائد إذن هادي تنحول لد الكتابة تنقول هادا واش عندي عندي أهو أ ناقص B واش عندي ما عنديش عندي أنا ببي إذن كان مش نقلب على ناقص B اللولا وتنضير A زائد ناقص B وتنضير هاد الرمزين ديالي دي الساعة هاد العددين هادو يمكن لي نخدم فيهم بزائد مباشرة هادي كان نرجع دابا للحال اللولا يعني خمسة زائد ناقص ثلاثة كتنضير هاد خمسة زائد ناقص ثلاثة اللي هي غتعطيني اثنان وغنضير اثنان زائد ناقص ربعة غتتعطيني ناقص ست عفون غتعطيني ناقص ربعة وهاد A زائد ناقص B ره هي A ناقص B إذن A ناقص B محصورة ماذين ناقص ربعة واثنان دابا باش نفهم دابا يلي جيت مباشرة وقدرت اطلبوا مني اعطوني A و B وقالوا لي أطر A ناقص B وقدرت هذا ناقص هذا وهذا ناقص هذا غلق النتيجة خاطئة إذن هاد فهي تقنية تقنية خستقل عليها كيفاش نجوبو على التأطير ديال فرق عادة ذي بالنسبة لتأطير جوداء تأطير جوداء غادي نرجع للفقرة ديال الترتيب والضرب إذن مني نوصل هنا لي اللي ما فهمشت الفقرة ديال الترتيب والضرب يرجع للفيديو السابق إذن دابا يلي عطوني واحد العددين A محصور ما بين اثنان وثلاثة وواحد العدد B محصور ما بين خمسة وثسعود تيكون السؤال هو تيكون السؤال هو أطر A بي أي أمضروف بي من اللي تكلمنا على التأطير على الترتيب والضرب أعطينا واحد الشرط أساسي قلنا أن يعني باش نبغين تتكلم على على الضرب خاص ضروري العدد أو بي خاصهم يكونوا عددين موجبين ضروري في مطلقة تأطير ديال الجوداء أول حاجة مشي تشوفها هي تشوف العددين واش موجبين إلا كانوا العددين موجبين أي أواب بعددان موجبان ركا تخدم به مباشرة إلا كانوا سالبين غنشوفوه في التطبيقات كيفاش نتعامل مع الحالة السالبة دابا ناخد القاعدة بالنسبة لعدد موجب دابا إلا شفتي هذه الكتابة آ محصور ما بين إثنان وثلاثة أنت كتعرف بأن إثنان رأي عدد موجب وثلاثة عدد موجب أكيد أن هذا العدد اللي غد يكون بيناتهم غد يكون عدد موجب وبالتالي غنقول بأن آ رأي عدد موجب بمحصور ما بين عددين موجبين إذن فهو موجب إذن من التي يكونوا عندي العددين موجبين يمكن لي أنخدم الجوداء مباشرة شنو تنذير؟ كنقول بأن آ بي كنبير هذا الرمزين مباشرة تنضرب ثلاثة في تسعود اللي هي سبعة وعشرين وتنضرب إثنان في خمسة اللي هي عشرة وهذه نكون جوبش على السؤال دي هالي دابا لنفرد عطيني هذا المثال هذا عطيني العدد آ محصور ما بين إثنان وأربعة والعدد بي محصور ما بين ناقص خمسة وناقص إثنان السؤال هو أطر جداء فيما نلقى سؤال دي الأطر جداء أول خطوة عندي رائيا تحقق من العددين في الجداء دائما نتحقق من العددين وإش العددين موجبين إلا لقيت العددين موجبين تنخدم الجداء مباشرة إلا لقيت العددين سالبين أنا غانشوف كيفاش نجاوب على هذا المثال المشكلة هذا إذن أم حصور ما بين عددين موجبين هذا موجب و هذا موجب إذن هنا تنقول بأن أرى عدد موجب بمحصور ما بين عددين سالبين إذن فبرها عدد سالب حسب القاعدة ما يمكن ليش نخدم الجداء مباشرة شنو خاص ننذير تنذير واحد الخطوة أولا تنشي تنقول لنؤثر ناقص بي يعني المقابل يعني أنطر المقابل ديال العدد شنو هو المقابل ديال ديال العدد بي المقابل ديال العدد بي أو تتكلمين عليه هنا카 الفرق أنني سنضرب ناقص واحد يعني إلا 없 Maur Booma إذا أدربت هاتشي كله في ناقص واحد قلناك يتبدل لي الترتيب إذن ستبقى عندي ناقص بي الرموز نخليهم هما هما ولكن هذا العدد من نضربه في ناقص واحد غيري بولي اتنان غيري بولي في الطرف الأيسر وهذا العدد من نضربه في ناقص اثنان غاد يبshi في طالف الأيمن وبالتالي أن حد العدد هذا هو عدد موجب موجب يعني ناقص بير هعدد موجب إذن هذا موجب ما كان شنخدم بهذا اللي فيه ناقص نخدم بهذا العددين هذا كيف سنتدار آổi قندربة في ناقص بير ما نضربة في ناقص بير هذه تقنية أعقل عليها إذن كندير آغ ومضروبة في ناقص بير كندير الرمزين إذن كنشوف آغ شنو عندو في اليمين عنده ربعة إذن تندي الربعة مضروبة فاش مضروبة في ناقص بي ناقص بي عنده خمسة كنشوف عليليا صار عندني اثنان مضروبة في ناقص بي عندي اثنان إذن هاد تعطيني هنا ا ناقص ناقص ا بي هذا غد يعطيني هنا عشرين وهنا غد يعطيني ربعة لكن هل حت الساعة مازل ماكملش لأن السؤال طال بالي يا ا بي وأنا هنا عندي واحد ناقص ما خلسنيش نخليليك الناقص إذن هشنو خلسني ندير كنعاود نضرب في ناقص واحد هاتش يكون له كنضرب في ناقص واحد إذن إلا ضربت هاد الوسط هنا في ناقص واحد كتمشي الإشارة كتولي عندي ا ا بي كندير الرمزين إذن إلا ضربت في ناقص واحد هذي غد تولي ناقص عشرين ما غد تبقاش هنا غد تولي هنا ناقص عشرين وهذا إلا ضربتها في ناقص واحد هتعطيني ناقص ربعة إذن هذا النتيجة هذي هو الجواب على سؤال دي الأطر A في B في الحالة اللولة إذا كانوا عندي تأكدت بأن العددين الموجبين A في B 3 في 90 جوج في 5 علاج لأنهم موجبين في هذا المثال الثاني ألقيت واحد سالب واحد موجب ما يمكن ليش نخنم بعدد سالب العدد الموجب كان حصافظ به والعدد السالب كان ضرب كل شيء في ناقص واحد وكان بدل ترتيب ديال الطرفين ديال المتفاوتة كان نخدم بالناقص وفي الآخر كان ضرب في ناقص واحد باش نتخلص من هذ الناقص عادي بالنسبة للخارج الخارج كنا تكلمنا في الفقرة السابقة على تأطير مقلوب عدد عفوان على الترتيب والمقلوب قلنا إذا كان عندي A أكبر من B راه واحد على يعني راه واحد على B راه أكبر من واحد على A من اللي كان دير المقلوب هذ العدد كي يولي في الطرف وهذ العدد كي يولي في هذا الطرف هذ القاعدة سنستعملوها في الخارج إذا إذا كانت عندي إذا 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 خدمت بها في التأطير شنو ستقول لي إذا كان عندي A محصور ما بين مثلا 2 و 5 وكان السؤال هو أثر مقلوب العدد A المقلوب ديال العدد A شنو هو؟ هو واحد على A إذا كندير واحد على A كندير الرمزين ولكن شنو خصني؟ خصني نقلب لأن هادشي مبغيش هنا ندخل في التفاصيل غادي نطول إذا هادشي راير تطبيق ديال هنا يعير هو هنية مقسم هنية مقسم على جوش كي بس أعطينا هذي إذا هنة شنو تندير؟ تندير واحد على واحد على واحد على A كتبقى كيف ما هي؟ ولكن هاد خمسة كتولي هنا واثنان كتولي في الطرف الآخر هادا كيتسمى تأطير مقلوب عدد تأطير مقلوب دابا A هو هذا هادا كيتسمى تأطير العدد A هادشنو كيتسمى؟ كيتسمى تأطير مقلوب العدد A يعني إلا كان A محصور ما بين اثنان وخمسة فراه المقلوب ديال العدد A غايكون محصور ما بين واحد على خمسة وواحد على اثنان دابا احنا نرجعوه لتأطير الخارج احتدوى المقصود هنا باش نأطر الخارج مثلا يلاقل لي يا A محصور ما بين اثنان وربعة وواحد العدد B محصور ما بين ثلاثة و تسعود مثلا كيكون السؤال هو هو أطر A مقصوم على B هذا كيتسمى تأطير الخارج A على B شنو تدقل يا القاعدة؟ مايمكن ليش كيف ما في الجودة؟ مايمكنش ندير A مقصوم على B ونشد ربعة ونقسمها على تسعود وجوج نقسمها على ثلاثة هذي خاطة شنو تندير؟ كيف ما هنا يا؟ كيف ما هنا يا؟ أنا رجع ديما نتذكر شو تلحواج؟ نتذكر من التي يكون عندي فرق سنتذكر دلقاعدة ومن التي يكون عندي خارج إلا كانوا أعطوني A على B كنكسبها تساوي هي A مضروبة في واحد على B أول حاجة فاش تلقى تأطير خارج كسب هذه فاش تلقى تأطير فرق أنا قسب B كسب هذه اللولة فاش تلقى تأطير خارج A على B أول حاجة تكسبها هي A مضروبة في واحد على A كنجيدة بك نسول كنقول هذا آتا كنتطلح سؤال على راسك كنت تقول واش عندي؟ واش عندي هذا؟ A عندي؟ هايا A هايا كنتشوف في الوسط إذن A كينة محصورة ما بين 2 و 4 مزيانة هايا غنحتاجها هايا غنجيبها غنحط هنا إذن A محصورة ما بين 2 و 4 كنسول واحد السؤال آخر كنقول واش عندي؟ واحد على B واش عندي؟ ما عنديش واحد على B هم عاطيني B شنو خاصني ندير؟ خاصني نقلب على واحد على B حسب هذه القاعدة اللي شفت في الأول إذن غنقول راه واحد على B واحد على B إلا طبقت هذه القاعدة خاصني نقلب هذه العددين غتعطيني واحد على تسعود وواحد على ثلاثة هاد هاد العددين هادو هادو نخدم بهاد جوجل دي المتفاوتات هادو هادو مع هادو شنو غندير غندير الجوداء دابرا ولي عندي اير جوداء اذا غتولي ا مضروبة فواحد على بي بما ان هذا موجب وهذا موجب يعني كل شي الاعداد موجبا اذا حسب القاعدة دي الجوداء فش يكونوا عندي الاعداد موجبا كلي ينذير الجوداء المباشر اذا اذا كانت عندي هادو الجوداء غندير ربعة مضروبة فواحد على ثلاثة عفو الربعة وهنا ايضا ندير اثنان مضروبة فواحد على تسعود هاد واحد فواعد ا مضروبة فواحد على بي ا مضروبة فواحد على بي شنو هيا رأي اعلى بي اذا نعود رجعها اذا هادي كننكسباد الكتابة باش نقطر ولكن هاش كننسالي تقطر كنرجع نكسبها هي اذا ا على بي رامح صورة ما بينه وكان حسب هذا العدد 4 على 3 وهذا العدد اللي هو جوج على تسعود وكان يكون جوبت على السؤال ديالي إذن هدوهما إلى الضبط هدو القواعد اللي قلت ده هنا تأثير المجموع والفرق والجداء والخارج وخلني لقاق شي تمارين مخالفة أو للقى واحد تأثير واحد التعبير معين دائماً كنرجع لهدو القواعد الأساسية ونتمنى وإن شاء الله كل شي تلمد يستوعب هاد هاد الفقارات الثلاثة اللي تكلمت عليهم وغلن ندير فيديوهات مقبلة إن شاء الله نتكلم على التمارين وبخلال التمارين نشوفوا كل حالة نوقفوا عليها بالتفصيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته